مشاهدين الكرام بالتأكيد من تقليل معكم إلى موضوعات أخرى في صباح الشرقية ومن منطلق حرص عاصمة الثقافة على تعزيز قيمة التبادل الثقافي نظمت دائرة الثقافة فرع دبل حصن برنامجا عنوانه قراءات شعرية للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج نتابع معكم التقرير الآتي نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية فرع دبل حصن البرنامج الشهرية تحت شعار قراءات شعرية بحضور الشاعر محمد عبدالله الضنحاني الذي تأثر بالشعر النبطي وبأشعار مغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طبعا دور الثقافة ودور دائرة الثقافة في انتشار هذه الأمسيات واللقاءات الشعرية دور كبير جدا يعني وجهودهم جبارة في هذا المجتمع وهذا طبعا له تأثير على المجتمع وعلى انتشار كذلك الثقافة وثقافة الشعر وكذلك المعاني السامية اللي يحملها للمجتمع ولين الفئة المتابعة لمجال الثقافات وهذه الأمسيات وهذه الندوات التي لها دور كبير لتوعية المجتمع يهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة التبادل الثقافي وترسيخ مكانة الشعر وتعرف أنواعه وتوارثه من جيل إلى جيل وأكد الشعر أهمية انتقاء الكلمات البسيطة والمعبرة التي تصل إلى كل شرائح المجتمع فكلما كان الشعر بسيطا كلما كان أقرب للقلب تناولت الجلسة عدة محاور في مجال الإبداع الشعري عن بداياته الشعرية وعن بعض الإصدارات لديه ودور البيئة المحيطة في دعم الإبداع والمواقف التي أثرت في الشعر إضافة إلى إلقاء بعض القصائد الشعرية التي نالت إعجاب الحضور في ختام البرنامج كرم المشاركون على جهودهم الدائمة في دعم الحركة الشعرية في المنطقة الشرقية إذن الشعر وجمال الشعر الشعر من أهم وأجمل ما أوجده العرب في التاريخ العربي يعني لا طالما كان الشعر له مكان خاص عند العرب وإذا هم الله خير دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية نظموا هذه القراءات الشعرية على نطاق واسع استقطبوا شعراء من جميع المنطقة وبالتالي حارصوا على تقديم الشعر بصورته الحقيقية الصورة النمطية لتعودنا بأننا نستمع لهذه الأبيات وتتشكل في أذهاننا صورة للأبيات التي نستمع إليها من خلال هؤلاء الشعراء أمل الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى موضوع آخر برفقة ضيف أيضا كريم شرفنا في استيديو صباح الشرقية بالتأكيد جمع العملات هواية مختلفة عن غيرها من الهوايات والتي نمارسها بشكل مستمر فهي لا تقتصر على أن نقضي فيها أوقات فراغنة للتسرية وحسب بل هي قائمة على حب وشغف تاريخي وأثري فجمع العملات أو جمع الطوابع أو ما كان على شاكلتها من الهوايات التي يفتح صاحبها عن طريقها بابا للتاريخ أو أبوابا لتلك الثروات التاريخية المستخرجة وللحديث أكثر عن هذه الهواية نرحب بهاوية جمع العملات مريم عماد يا مرحب بابت أهلا محيات الله الله يحييك نصبح جبه الخير وطبعا اليوم موضوعنا جدا مهم عن هواية جدا جميلة ويتفرد فيها القليل من الناس اللي يعرفون حب هذه العملات وكما لقبت ملكة الهوايات ملكة الهوايات أو هواية الملوك هواية الملوك يا سلام عليك أنا قبل لا أبدأ مع هذه العملات اللي جدا منه أخذ معاك متى بديتي في حب جمع العملات من تقريبا خمس أو ست سنوات كنت صف ثامن وكننا راجعين من مسافرين وراجعين وخليت عندي مع العملات البلد اللي رحنا عليها بعد فترة رجعنا سافرنا ولقيت أن أنا مهتمة أن يخلي عندي عملات البلد فصرت مهتمة أنا عندي من هون ومن هون صرت أسأل أهلي عندكو عملات سافرت وكذا كذا فمع الوقت حسيت أن أنا مهتمة بهذا الشيء أنا حاب أن أتعرف على العملات الدول أكثر أشوف شكلهم تاريخهم إلى آخر ممتاز استمر الموضوع ممتاز يعني الأمر جاء صدفة صدفة بالضغط وشفت أنك أنت حابة الموضوع وحابة أنك تستمرين صحيح طيب بتأكيد هذه الهواية جميلة صحيح تشغلي في المحافظة عليها وجمع العملات مثل ما قلنا هي هواية يمكن نادرة مش منتشرة بشكل كبير مقتصرة على بعض الناس أول عملة جمعتيها شو كانت؟ كانت ماليزيا وفيلة الإمارات كان نص درهم أصدار قديم ولبنان ممتاز هذول الدول هذه أول عملات أنت حصلت عليها أي أول عملات جمع العملات مريم أمر يحتاج بعد إلى مال صحيح ويحتاج إلى راس مال يعني أتوقع هذه العملة التي عندنا هذه عملة أين مريم؟ ألمانيا عام 1901 ما شاء الله عملة ألمانيا في عام 1901 كيف حصلت عليها؟ أنا لأنه بهتم أني أجيب عملات قديمة كمان فكنت أحضر معارض سنويا وأشوف بالنهاية جمع العملات فيه تجار ببيع وعملات وفيه ناس تشتري ممتاز فكنت أدور على العملات تكون ثميني ومهمي يعني فكانت يعني من المرض بس ما شاء الله العملات القديمة تشوف حجمها كبيرة صحيح أكبر من كف اليد أو بحجم كف اليد مرتين صحيح ما شاء الله الحمد لله أن العملات الحين صغرت طيب مريم ما شاء الله يعني أنت عندك كثير من العملات وأكيد الهواية هذه تعتبر شيء جميل بالنسبة لك تحافظين عليه وتحاولي بينك أنت تتبعين العملات أغلى عملة اشتريتها أغلى عملة ممكن هاي هذه أغلى عملة اشتريتها أيوة وكان في عملات نقضية بس قديمة كثير يعني لدول قديمة ممتاز طيب مريم بالتأكيد هذه الهواية تخليت أيضا على شغل بأنك تمتلكين مثل ما تمتلكين العملات الوراقية أيضا هناك عملات معدنية صحيح خبرين عن هذه العملة عملة عمرها 242 سنة قديمة كثير كم عمرها؟ 242 سنة 242 سنة ماشاء الله هي تحتاج تنظيف وتعديل بس أخذنا الوقت ممتاز هي لفرنسا أو أمريكا مش واضح كثير بسبب الأنهاء أديمي صعب حدث ممتاز وبس جميل جدا طيب أنت عندك ثروة ماشاء الله مريم شكرا هذه الثروة يعني لا تقدر بثمن مثل ما يقولوا من يعرف قيمتها هم الناس اللي يعرفون قيمة هذه العملات هنا أشوف أنا ما شاء الله العملات اللي هني عندنا مغلفة لدولة الإمارات صحيح هني هذه العملة من عام 1973 خبرين عن هالعملة مريم هذا الفلس الإماراتي العشرة فلس هلأ في منه كمان بس على حجم أصغر يعني دائما العملات الأقديمة كبيرة وهلأ بصغر حجمهم هذي العشرة فلس عشرة فلس ممتاز هذي أيضا عندنا من عام 1981 15 فلس أشوف هاي خمس دراهم خمس دراهم نعم خمس دراهم سابقا كانت عملة معدنية خمس دراهم نعم ما شاء الله كيف قدرت تحصرينها عندي أرايبي كانوا هون زمان يعني إذا بتعرف في ناس بتحتم بهالشي وبتخلي عندهم فترة العملات البلاد اللي راحوا لها فلما عرفوا أني بجمع عملات أعطونيها هدية ما شاء الله طبعا هذا الدرهم الإماراتي إلى الآن هذا الدرهم ولكن اللي عندك أنتي من عام 1982 كان حجمه أكبر بس كان حجمه أكبر نعم هذا الدرهم الكبير اللي كنا نضارب عليه ونحنا صغار نبغي الدرهم الكبير وكنا نعتقد بأن صحيح قيمته أعلى طيب هذا بعد عدنا من عام 1984 أو 1989 هذه العشرة فلس بعد عشرة فلس بيكون لما يفرق من سني لسني مرات بيكون في تفاصيل صغيرة تختلف فقط بس الشخص الطبيعي ما راح يلاحظ ممتاز ولكن هي السنة تختلف باتفاصيل بسيطة بسيطة جدا ممتاز طيب عندنا أيضا هني هذه عملة تخصلي مرات خمسة فلس خمسة فلس كمان نفس إصدار العشرة فلس هلأ كمان صار أصغر ممتاز ولكن حتى الرسمة اللي لفتت انتباهي سمكة سمكة صحيح ترى العملات يعني إحنا الدول شو بتسوي بتحطها العملة شي من تراثها شي من عاداتها طبعا شي بدل على الدولة والسمك ثروة كانت وما زالت إلى الآن هي أحدى الثروات المهمة والرئيسية في دولة الإمارات صحيح هذا أيضا الخمسة فلس كذلك عندنا هني ١٩٩ عشرة فلس هني عندنا ٥٠ فلس هو نفسه ولكن هذا كان حجمه أكبر كان حجمه أكبر هذا كان في عام ١٩٨ ممتاز طيب عندنا آخر عملة لدولة الإمارات في عام ٢٠٥ نعم هذا فلس هذا جديد وعليه نخل كمان بيدل على ثروة النخل هنا فهذا الحالي يعني موجود ممتاز ولكن هي الرسمة المعدولة بهذه الطريقة تشوفون نخل من الزاوية الثانية ١٠ فلس ١٠ فلس الحين مموجودة هذه العملة الواحد فلس في الخمسة فلس والعشرة فلس متداولين أكثر يعني بس ممتاز طيب أنا لو قثرت الحين كل هالعملات مريان شو تساوي بالنسبة لك ثروة بالنسبة إلي هاي أول شي يعني بتحكي عن تاريخ دول حلو عن كل العملة بتعبر عن دولة معينة عن ثقافة الدولة عن القيمة المعنوية يعني العملة مش بس قيمة مادية فيها قيمة معنوية وتمثل تاريخ للدول تمثل تاريخ طبعا ثقافي معادات ممتاز زين كيف تتبعين هالعملات وكيف تحصرين عليها هلما وصلت وصل الاجتماع ما بتأصر ونشوف كل شي عليها المعارض أكثر شي بيخليني أظل متابعة معنا ممتاز في مزادات أعتقد خاصة فيها العملات في مزادات بس لم ما حضرتي مزادات أو شاركتي فيها لا لا ما صار لي فرصة ورحت ممتاز طيب هني بعد ما شاء الله عدنا عملات وعملات نادرة جدا ونبداها بالعملات الإماراتية طبعا راح أراويكم هذه العملات واستخرجها وتسمحي لي مريم طبعا أول عملة عدنا هو الدرهم الواحد الدرهم سابقا يا جماعة مثل ما تشوفون كان عبارة عن عملة ورقية صحيح وكانت أقرب بلونها وشكلها من العشر درهم العشر درهم صحيح خبريني هل على العملة مريم هذا الدرهم أول عملة نزل عام 1973 وهذا الدرهم المعدن اللي احنا بنشوفه كان زمان ورقه وتغير مع الوقت يعني دائما فيه تطور بكل شيء حتى بمجال العملات فيه تطور ممتاز طبعا أنت تهتمين أيضا فيما يخص العملات بالرقم التسلسلي صحيح عندي عملة مثلا من المملكة العربية السعودية الرقم التسلسلي كل ما كان مكرر مثلا 999 أو 911 مميز يعني كل ما كان مميز كل ما كان سعر العملة أعلى حتى لو كانت قيمتها المادية درهم موش ممكن عادي يوصل سعر العملة 50 درهم طبعا هذه العشر درهم هاي إصدار الثاني العشر درهم تقريبا شبيه للإصدار الثالث ولكن عندنا الخط اللي مكتوب فيه عشر درهم مختلف عن خط الحالي ممتاز حتى تختلف بقيمة التواقع مريم طبعا تواقع بلتتأخذونها بعين الاعتبار كل شيء من أخذ بعين الاعتبار ممتاز طيب العملات هل فتحت لتش مثلا باب لقراءة التاريخ مريم هلا أنا لما أتعرف على عملي بهمني أني أشوف هاي العملي لأي بلد ليش مثلا البلد استخدم الصورة المعينة في العملي مثلا شفنا الخمسة فلس عليها صورة السمكي فلما يكون جامع عملات من دولة أخرى يشوف ليش الإمارات استخدم صورة السمكي فهي رح يعرف عن تاريخ دولة الإمارات هذه الخمسين درهم هذه يعني كانت موجودة قبل ظهور الخمسين الجديدة الحين بالبوليمر صحيح ممتاز كيف تشوفين هذا الأمر في تطور العملة الورقية الآن أصبح يستخدمون مواد جديدة صحيح خليني بس أعرف عن البوليمر اللي هو عم باستخدم حاليا كيميائيا احنا بنحكي البوليمر هو بيكون مصنوع من مواد طبيعية أو مركبات كيميائية متسلسلة ومتكررة وهذه الجسيات الصغيرة بنسميها مونومورات طيب احنا شو استفدنا من التركيب للبوليمر هذا الفكرة أنه العملات اللي عم تستخدم حاليا المصنوعة من البوليمر بتتحمل درجة حرارة عالي ما بتتوسخ بالماء ما بتجذب الغبار فبتعيش فترات أطول طبعا كذلك صديقة للبيئة ممكن تقلل بنسبة الاحتباس الحراري بنسبة 32% ما شاء الله والحلو اللي جذب انتباهي أنه عنا دولة الإمارات دولة الكويت السعودية مصر عم بيستخدموا البوليمر فتطور عربي رائع أنه نستخدم هذه المواد في صناعة العملات ممتاز وفيه شغلة مهمة ذكرت لي إياها قبل بأنها أيضا تقلل من انتقال البكتيريا تقلل من انتقال البكتيريا مثل العملات التقليدية اللي هي مصنوعة من القطن والكتان تسهل في نقل الفيروسات وظهر هذا شيء سابقا بس البوليمرز بالعكس ما بتسهل بانتقال البكتيريا طيب الحين عندنا العملات الخاصة بالمملكة العربية السعودية صحي هذه 20 ريال 20 ريال هذه قديمة كانت هذه قديمة الحين مش موجودة لا لا مش مستخدمة ما يتداولونها ممتاز طبعا ما شاء الله العملات السعودية فيها أيضا عراقة جميلة جدا وفيها تاريخ يعني هذه العملة مثل ما نشوف لمؤسس النقد العربي السعودي ومؤسس المملكة العربية السعودية طيب أبقى أشوف بعد هني هذه العملة ريال الريال السعودي هذه لأي سنة تعود هذه لسنة مكتوب عليها بالهجر ممكن يكون مكتوب ممكن تكون من 40 أو 50 سنة ممتاز ولكن هذه الريال واحد الريال واحد صحيح ممتاز طيب هل تتعمدين بعض الدول مريم في جمع عملاتها؟ أم اللي يمكن تشوفينها جدامك ويناسبك وتشوفين بأنها عملة ذو قيمة تمتلكينها؟ الحالتين مرات إذا في عملي جذبتني وحسيت أنها نادرة لا أحب أقتنيها ومرات إحنا منتطر أن نجمع مجموعات مثلاً لو أجمع من الإمارات أجمع مثلاً خمس دراهم عشر دراهم عشرين مية ميتين يكون عندي مجموعة كاملة للاهجر وفي عملة الملك سلمان كما مصنوع من البوليمر ممتاز طبعاً أنت مهتمة بجمع العملات إن كانت الأجنبية أو حتى العربية مثل ما نشوف هنا أيضاً عملات خاصة بالمملكة العربية السعودية وأيضاً أشوف هنا عملات خاصة بسلطنة عمان ميتين بيسة ميتهاي قديمة هذه قديمة مو موجودة الحين لا لا مو موجودة ممتاز زرتي طبعاً سلطنة عمان بالسيارة بالسيارة وصلت صلالة يمكن لا 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 والله على الحدود يعني ما دخلنا كثير ممتاز سلطنة عمان طبعاً جميلة بطبيعتها بتضاريسها وهي أحد الدول الشقيقة اللي نعتز بمجاورتها طبعاً طيب أيضاً هنا نشوف عملة أخرى هذه مئة بيسة مئة بيسة تساوي خمس دران تقريباً متداولة إلى الآن هذه متداولة إلى الآن مثل ما نشوف عليها صورة سلطان قابوس رحمه الله طيب هذه طبعاً من أحد العملات الجميلة أنا مستمتع صراحة بالعملات وإني أنا أشوف فعلاً ما تقل أهمية على المناظر الطبيعية اللي نشوفها في أي مكان طيب مئة بيسة تساوي درهم؟ المئة بيسة تساوي درهم الآن؟ درهم النصريال يساوي خمس درهم نصريال يساوي خمس درهم وصلنا الآن إلى جمهورية مصر العربية يا حبنا لمصر وهي المصر طبعاً هذا جنيه؟ جنيه من العشر جنيهات بوليمير صحيح؟ صحيح؟ فعلاً وفي عندنا الخمس جنيهات والعشر جنيهات وكذلك العشرين جنيه هذه الجديدة أعتقد؟ هذه الجديدة مستخدمة حالياً؟ مستخدمة وموجودة إلى الآن صحيح ممتاز ومعين عليها مثلاً مسجد يعني شيء من تراثها مو شاء الله طيب يعني هذه العملات مريم وكذلك تشوف ما شاء الله العملة السورية عمل كثيرة ما إن شاء الله أشوفها في جدامي وكثير من التفاصيل العملات السورية التي في منها مستخدم الآن وفي منها غير مستخدم صح؟ اللي غير مستخدم ورق الورق أه اللي ورق أزدتش هنا هذا المستخدم حالياً هذا المستخدم الآن وين؟ اللي موجود اللي هو حجمه أكبر عادة اللي غير مستخدم حجمه أكبر أنا صراحة ندهش للعملات الورقية اللي تكون بحجم كبير ما شاء الله تحسي قيمتها فيها صحيح طبعاً هذي 500 ليرة ما شاء الله 500 ليرة سوري ممتاز طيب قرأتي عن بداية العملات مريم تلقفتي من هذا الجانب كيف ظهرت العملات وكيف كان تاريخها؟ قرأت أنه زمان ما كان يستخدم عملات كان عندهم مثل شك أو بطاقات وزمان كان عندهم الذهب فهو أول شيء كان يستخدم الذهب بعدين اضطروا أنهم يعطوا شك بعدين هذا الشك تحول عملي كل دولة لها شكها معين وبعدين صار عندنا موضوع عندنا عملات ممتاز طبعاً تاريخ العملات وكيف ظهرت العملات هذه من أحد القصص الجميلة تخلينا ناخذ التاريخ في العالم وليس فقط في دولة معينة لما نشوف العملات وتاريخها والسنوات التي ترجع لها تخلينا نعرف القيمة الاقتصادية التي كانت تتمتع فيها هذه الدول صحيح وكانت يعني ظهور هذه العملات في تاريخ معين مثل ما نشوف تمثل البيئة والأشخاص اللي كانوا في ذلك الزمان صحيح ما شاء الله تبارك الرحمن لين حاب توصلين ماريان في هذه الهواية صراحة بتمنى أني أعرض عملاتي في مثلاً أحد المتاحف أني أوصل لعدد دول أكبر يعني حالياً عندي ما يفوق الميت دولي وما يفوق الخمسمائة عملي فبطمح يعني لعدد أكبر عملات نادرة أكثر ممتاز ما تتمنين بأنك أنت تأسسين معرض خاص فيك لعرض العملات ياريت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن حصلت في أحد المعارض وتتبنات أحد المؤسسات المهتمة في هذا الشأن تخصصت معرض ما شاء الله عندك كمية مبسيطة من العملات والتي لها تاريخ ولها قيمة مادية ومعنوية وتاريخية العملات هي لا تقل أهمية عن الشعر الشعر مثل ما كان هو أساس في تأصيل التاريخ نتكلم عن التاريخ العربي أيضا العملات كان لها بعد دور في حكاية هذه الحقب من الزمن اللي عاشوها الأشخاص في ذلك الزمن طيب مريم أخيراً اليوم لما نهتم بهواية معينة يمكن تكون في عندنا رؤية أو تكون في عندنا بعض الطموحات اللي نحن نبغي نحققها أنت ذكرتي بأنك أنت تتمنين بأنك تعرضين هذه العملات في متحف ولكن على المدى البعيد هل راح تستمرين في جمع العملات ولا راح تتوقفين أنا بالنسب إلي إن شاء الله راح أستمر لأنه ما بشوف فيه ناس كتير مهتمة بهذه الهواية بالذات من جيلنا الحالي وممكن مع الوقت يصير كل شيء إلكتروني نحن هلأ نستخدم بطاقات الإثمانية صحيح فأتمنى أني أستمر وأهتم بعملات أكثر لأنه بالنهاية أني أهتم بعملي أهتم بدول وتاريخها طبعاً يا سلام تملائك التوفيق مريم شكراً أنت أنت إنسانة رائعة وإن شاء الله تملائك التوفيق وأنت مقبل إن شاء الله على الدراسة الجامعية أنا خلصت أول سنة خلصت ما إن شاء الله الله يوفكت يا رب وإن شاء الله تحققين موات ثمانين يا رب العالمين ونشوفك في أعلى المراتب وشرفتين اليوم في صباح الشرقية وإن شاء الله نلاقيك في أماكن أخرى نتشرفي وجودك فيها شكراً شكراً لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نصل معكم إلى الختام وفي الختام تقبلوا مننا السلام والتحية إلى لقاء آخر غداً بإذن الله وإلى ذاك الحين تقبلوا تحياتي أخوكم عمر أحمد نترككم بحفظ الله ورعايته وأيضاً نترككم على المناظر الجميلة والطبيعية في المنطقة الشرقية ومع السلام اشتركوا في القناة شكراً لكم